الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائيل المقرر مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضري بكافة الطرق والمحاور والأحياء وخلال اجتماعيه مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير مصنع إبداع للرخام صرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كما طلع الرئيس السيسي على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنسيق الحضري للطرق والمحاور الرئاسية بها أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطلوه لأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس وخلال تعقبه على مداخلات رجال الأعمال وممثل القطاع الخاص في أثناء فعليات منتدى الأعمال المصرية تنسي المشترك شدد رئيس الوزراء على عدم وجود أي قيود على حركة رجال الأعمال بين مصر وتونس دعيا سفيري البلدين إلى سرعة وضع الآلية الفورية التي تضمن إصدار التأشيرات بدون أي عوائق وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن رجال الأعمال التونسيين مرحبهم في بلدهم الثاني مصر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عام الثقافة المشترك بين مصر والجمهورية التونسية جاء كدلالة جديدة على عمق الروابط التاريخية والإرث الثقاطي والحضري الذي يجبع بين البلدين والشعبين الشقيقين وخلال زيارته لمدينة الثقافة التونسية برفقة رئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء الوفدين المصري وتونسي شدد مدبولي على أن عام الثقافة يعد ركيزة رئيسية لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والفنية واستهل مدبولي زيارته للمدينة بتدشين معرض لفنون الخط العربي الذي يقام بعنوان ذاكرة حية وذلك احتفاء بتسجيل فنون الخط العربي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين عندما يقوم برحلة إلى آسيا هذا الشهر وأضافت ساكي أن البيت الأبيض لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جدول زيارة آسيا لافت إلى أن القيام برحلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل الكوريتين هي خطوة يتخذها العديد من الذين يزورون المنطقة هذا ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من العشرين إلى الرابع والعشرين من مايو الجاري وسيجري محادثات مع زعماء البلدين أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جيرون باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات رئيسا لمجلس الاختياطي الاتخادي ما يمهد الطريقة أمامه لمواصلة قيادة البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه أعلى معدل تضخم في أربعين عاما وحصل باول الذي أعاد الرئيس الأمريكي ترشيحه على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ بموافقة ثمانين عضوا مقابل تسعة عشر فقط وكان معظم رافضين من الجمهورين أعلنت السلطات الصحية في كوريا الشمالية تسجيل ست حالات وفاة على الأقل جراء الإصابة بفايروس كورونا بحسب ما ذكرت وكالة كوريا الشمالية للأنباء وأشرت الوكالة إلى أن حوالي مائة وسبع وثمانين ألف شخص دخلوا إلى العز الصحي ونقلت الوكالة الرسمية عن السلطات أن حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف شخص ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفايروس لافت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن الفايروس بدأ في الانتشار أواخر إبريل الماضي أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل ألفين وخمسمائة واثناثين وثلاثين إصابة جديدة بفايروس كورونا منها ثلاثمائة وواحد وثلاثون إصابة ظهرت عليها الأعراض ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مائتين وواحد وعشرين ألفا ومائتين وتسع وثمانين حالة مؤكدة كما سجلت الصين حالتين وفا جديدتين مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى خمسة ألاف ومائتين وخمس وفايات أما رياضيا فحقق فريق ريال مادريد فوزا كبيرا على ضيفي ليفانتي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدور الإسباني بهذا الفوز رفع الملكية الذي حسم تتويجه بلقب الليجة الإسبانية رصيده إلى أربع وثمانين نقطة بينما تجمد رصيد ليفانتي عند تسع وعشرين نقطة في المركز الهشرين والأخير ليتأكد رسميا هبوطه للدرجة الثانية نهاية الموجزة الثامنة ناود استكمال بيئي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل